قام الفريق اول صدق صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي يرافقه اللواء مجد عبدالغفار وزير الداخلية بتفقد عناصر قوات انفاذ القانون من ابطال القوات المسلحة والشرطة المتمركزة بشمال سيناء والتي نجحت خلال الفترة الماضية في فرض السيطرة الامنية الكاملة بمناطق مكافحة النشاط الارهابي وتحقيق العديد من الضربات المتلاحقة للقضاء على العناصر التكفيرية والاوكار والبؤر الارهابية التي تتحصن بها تلك العناصر ونقل القائد العام تحية وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة نظرا لما قامت به قوات انفاذ القانون من نجاحات مستمرة خلال المعارك التي تخوضها مصر للقضاء على الارهاب في ارض سيناء الحبيبة واشاد القائد العام بكفاءة الاستعداد القتالي والروح المعنوية العالية لهذه العناصر واصرارهم على اقتلاع جذور التطرف والارهاب من سيناء مع الالتزام التام بالمحافظة على ارواح الابرياء خلال العمليات العسكرية واكد الفريق اول صدق صبحي ان ما يتحقق من انجاز على ارض سيناء خلال تنفيذ العديد من الضربات الامنية المتلاحقة يبعث على الفخر والاعتزاز لجميع ابناء الشعب المصري الشعب المصري كله بيفتخر والشعب المصري كله بيتفخر وبيقدر وبيحترم كل الابطال المقادرين الموجودين في العيش وشيء ثويل وراح ووسط صيناء ايضا من جيش التالي من الولاي وعالفين كويس قوي البطولات بيقدمها ابطال الجيش المصري وابطال الشرطة المدنية المصري عالفين كويس قوي ان دول بالزاد يختلفوا عن اي جيش وشرطة في العالم في اي دولة تانية وادار القائد العام حوارا مع القادة والضباط والصف والجنود من القوات المسلحة والشرطة اكد خلاله ثقته الكاملة في قدرتهم على تنفيذ مهامهم بكل قوة وامانة واشار القائد العام الى الدور الذي يقوم به اهالي سيناء باعتبارهم خط الدفاع الاول عن امن مصر القومي مشيرا الى وقوفهم بجانب رجال القوات المسلحة والشرطة للتصدي لكافة التهديدات والمواقف العدائية المحتملة والمضي في استعادة الامن والامان للانطلاق للمرحلة المقبلة من تنمية وتعمير سيناء وقد قام القائد العام بالمرور على الوحدات الادارية لقطاع شمال سيناء وافتتاح الصالة الرياضية والتي تضم عددا من الاجهزة الرياضية التي تساعد القوات على رفع الكفاءة البدنية وكذا افتتاح المسجد بعد تطويره وتوسعته وتفقد القائد العام ووزير الداخلية عددا من الكماء ونقاط الارتكاز الامنية على الطرق والمحاور الرئيسية بسيناء للاطمئنان على الاحوال المعيشية والادارية للعناصر المشاركة في الحملات الامنية مطالبهم باعلى درجات اليقظة والانتباه لتنفيذ ما يكلفون به من مهام حضر الجولة اللواء اركان حرب ناصر العاصي قائد الجيش الثاني الميداني ومدير امن شمال سيناء ترجمة نانسي قنقر